يبدو أن الأزمة في العلاقات بين الولياءات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بلغت ذروتها في الأيام القليلة الماضية فبعد إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي لإرسال وفد إسرائيلي إلى واشنطن قبل أن يتراجع عن ذلك تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن ما سمته لقاء يائسا بين وزير الدفاع أفغالانت ومسؤولين أمريكيين في واشنطن صحيفة تيادعوت أحرنوت نقلت عن مصادر مطلعة أن استقبال وزير الدفاع الإسرائيلي من قبل الإدارة الأمريكية كان باردا مؤكدة أن أجواء من اليأس والتشاؤم سادت المحادثات بشأن إمكانية التعاون بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل الجانب الأمريكي وحسب المصدر اشترط أن تلبي إسرائيل مطالب إدارة بايدن فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والتوصل إلى تفاهمات بشأن قضايا اليوم التالي مقابل تمرير طلبات المساعدة العسكرية الإسرائيلية في كونغرس ومن جانبه إذن شدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن الجيش سايح الكتائب حماس الأربعة التي لا تزال تعمل في رفح وهو أمر لن يتحقق دون عملية عسكرية وفقوله كما أشارت الصحيفة الإسرائيلية أيضا إلى أن انطباعات الإدارة الأمريكية في بعض المحادثات خلصت إلى أن واشنطن تعتقد أن نتنياهو يماطل في الحرب لأسباب سياسية وفيما يتعلق باليوم التالي بعد الحرب أكد جالنت أن إسرائيل تفضل إدخال عناصر فلسطينية من غير حماس لإدارة الحياة المدنية في القطاع منوها إلى أن أعضاء فتح يستجيبون لمطالب إسرائيل والفلسطينيين على حد سواء اشتركوا في القناة